اشتراك الموحد للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه وكان نشطاء شبكات التواصل اجتماعي قد دعوا لبدء بتطبيق قراره في البرلمان وفرض إشهار الجواز على نبيلا مونيبة زعيمة الحزب بالنظر إلا أنها ضد التلقيح وهو ما يعني بأنها لا تتوفر على الجواز الذي يسمح لها ببولوج مؤسسة البرلمان واستنكر حزب استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح بشكل وصفه بالتعسف من خلال إلزامية جواز التلقيح وطالب الاشتراك الموحد المسؤولين على قطاع الداخلية والصحب احترام مبادئ الدستور وضمنها الحق في حصول على المعلومات ومنها المعلومات حول هذا الوباء ومن وفره التلقيح من حماية ووقايا مورداً بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه لآخرين أيضاً